اشتركوا في القناة وخلال اللقاء أكد معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني على عمق العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية الشقيقة بفضل ما تحظى به من رعاية واهتمام من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حافظه الله ورعاه وأخي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية والمتابعة المستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله لافتا معاليه إلى حرص المملكة على الدفع بالعلاقات الثنائية نحو آفاق أرحب بما يحقق المصالح والأهداف المشتركة وقد نقل معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني تحيات جلالة ملك البلاد المعظم وتحيات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى فخامة رئيس جمهورية مصر العربية ومعالي رئيس مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية وقد أبلغ معالي رئيس مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني بنقل تحيات معاليه إلى جلالة ملك البلاد المعظم وإلى سمو ولي العهد رئيسي مجلس الوزراء وتبنيات معاليه لهم بدوام الصحة والعافية ولمملكة البحرين المزيدة من النماء والازدهار وشار معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني إلى أهمية مخرجات الاجتماع الأول للجنة الحكومية البحرينية المصرية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي وما تم مناقشته من مبادرات وبرامج تصب في نماء وتقدم البلدين الشقيقين